نروح بقى ليه تعديلات قانون التصالح على البناء ما الجديد في التعديلات وضعنا أي دلوقتي وضعنا إن شاء الله خير كبير قوي 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 أنا كنت يعني في التواصل مع معالي المستشار عمر مروان وزير عدل هو مكلف من مجلس الوزراب أنه يتلقى كل الملاحظات الخاصة بالجهات أنت عارفة القانون كان جلنا المجلس وتناقش في لجنة الإسكان الحياة مجهود كبير جداً من رئيس لجنة كان نائب عمد سعد حمودة والوزراء كانوا حاضرين وبعدين كنت طرحت عدد من الأسئلة إجاباتهم من الوزراء كانت كاشفة لأن القانون ده لازم يرجع المجلس الوزراء تاني ويتفهموا فيه أهمها عدد الطلبات اللي أنت هترفضها في ظل الصياغة دي كام؟ ثم هتعمل إيه مع الطلبات دي لما ترفضها؟ هتزيل؟ لا مش هزيل طب طالما مش هتزيل يبقى أنت هتضايع حق المواطنة هتضايع حق الدولة فدي الفلسفة فلو إحنا متفقين على أن الفلسفة داية هتروح في هذا الاتجاه يبقى لو سمحت نعلم مع بعض ونقرب المسافات بقناعة وصل الأمر إن شاء الله إن شاء الله أولاً فيه تيسيرات كتيرة جداً في الإجراءات أنت عارف هو القانون دا كان تعصر في حاجة هو جمع 2.8 مليون طرح صحيح بحصيلة تقريباً 23 مليار جنيه ومش دي الهدف قوي يعني وتمثل 25% يعني لما يخلص الإجراءات دي ممكن يصل للتحصيلات تصل إلى 80 مليار جنيه وده رقم مش قليل رقم مهم طبعاً ولو كان جريه فيه قبل الـ كان محقق 4 مليار دولار بالأسعار الأديم بالوقت خلاص لكن الإش الحقيقي أن أنا صفي الملف فهو كان الإجراءات كانت معقدة جداً في مسألة أن أنا ما عنديش جهاز إداري قادر على الوفاء بالالتزامات تجاه 2.8 مليون ووارد أن هم يزيدوا من ناحية تانية كانت المادة الأولى بتاعته حتى شوية محذير 8 محذورات ما ينفعش اتصال عليهم المياه النيل اعتقد الموابق الأسرية يعني الأعصار وضع اليد خارج الحيز العمراني إلى آخره فالجزء الأول بتاعت الإجراءات لا فيه تيسيرات كتيرة جداً ماشي مبدأ إيه مبدأ أن أنت هتقدم وهتمضيلي على إقرار بأن هذه المستندات سليمة والمعاينة سليمة والسلامة الإنشائية وإلى آخره يعني من تيسيرات وكل هذا الأمر معلق بصحة بياناتك بمعنى هتدي لك النموذج وهاخد منك المستحقات بس هنزل أعمل عينات بمزاجي عينات عشوائية عشوائية لقيتك يا حبيبي البيانات دي مخالف فيها هذا النموذج كأن لم يكن وابدأ أخذ إجراءات قانونية فهنا بقى يعني نحن نحترم المواطن احنا بنصدق المواطن ونفترض الصدق والأمانة صحيح ده الفكرة زي نظام الدرابة الأمريكية صحيح إنه هو احنا بتقدم معلوماتك وتقدم بياناتك وحساباتك وكل حاجة وإحنا هنصدقك بلا تفريد بلا تفريد بس لو لقناك لو نزلنا في عينا عشوائية في عينا بحث مش لازم أنزل الاثنين وتمانية من عشرة مليون بس هنزل هنزل وهنزل بقوة ولو نزلت ولاقيتك غلط إيه بقى أنت بقى إيه أنت اللي ماضي أنت الغلطان وماضي على كل حاجة الحقيقة ده فكر متطور طبعا هيصر على أبنائنا وأهلنا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا فيما تقدموا إليه وفي نفس الوقت أحافظ على حق الدولة فالإجراءات إن شاء الله لو مشوا في هذا المصار هتبقى جيدة